هل يعتبر الأولاد اللي يرفضون تنفيذ أوامر أولياء أمورهم هل يدخلون تحت طائلة العصيان أو عقوق الوالدين لا مطلقا بالمطلق لا لا وإذا أصر الوالدان أو الأقارب على هذا الإكراه أو على هذا القصر فيكون هذا من باب التعسف في استعمال الحق وهو مرفوض والدليل على هذا لو رجعنا إلى السنة النبوية وإلى السيرة النبوية السنة هي الأقوال النبوية والسيرة هي الممارسات النبوية في البيت النبوي ذاته نجد عددا من الأقوال النبوية التي نظمت هذا الأمر تنظيما رائعا جدا والنبي عليه الصلاة والسلام أعلن أعلن صرخة مدوية مدوية بأن المرأة لا تنكح إلا بإذنها قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر